اذا نترجل رياضي تونسي اسامة دراجي بجائزة افضل لاعب عربي في النسخة التاسعة والعشرين من مسابقة مجلة الحدث الرياضي اللبنية تفوق الدراجي الذي تحصل على مائتين وثلاثين صوتا على مهاجم سد القطري خلفان ابراهيم صاحب المركز الثاني بينما احتل مدافع المنتخب المغربي المحترف بنادي اودينيز الايطالي مهدي بن عطية احتل المركز ثلاثا وبات اسامة دراجي رابعة تونسي يفوز بهذا اللقب العربي ألف مبروك ألف مبروك